السلام عليكم ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا كويسين وبخير يسعد الله وكادكم حبيب قلبي بكل خير ان شاء الله بإذن الله النهاردة هنشوف استخارة لموليد برج الحمل وبالاستخارة اللي هتطلع لك الصورة بتاعتك بس انا زعلنا منك جدا يا برج الحمل لانه ما عادش فيه تفاعل في برجك خالص ولا لايك حلو ولا تعليق جميل زيك ولا اي حاجة يا برج الحمل ورغم ده كله انا متأخرتش عليك وانتو طلبتوا مني استخارة لأشهر الباقية وانا من عيوني حاضر بس فضل وليس لتأمر انزلوا لو لسه ما اشتركوش في القناة فعلوا الجرس عشان خاطر يوصلكم كل ما هو الجديد ونقول بسم الله ونشوف الصورة اللي هتطلع لها اللهم صلوا وبارك عبدالله ورحمة صورة الشعراء بسم الله ما لكم بس اليومين دول بتفكروا كتير ليه بسم الله طيب اول حاجة او انتو الفترة دي عندكم رجوع حق او انتو طلبين عدالة او في دخول محكمة يعني اتظلمتوا في حاجة اتظلمتوا في مال اتظلمتوا في شغل اتظلمتوا مع اهل والله واعلم لكن انتو اتظلمتوا في حاجة والحاجة دي عندكم يعني رد رد لها لو كنتو تسرق منكم مال او تضحك عليكم في مشروع الله أعلم زي ما يكون شوية لغبطة لكن ربنا كريم عليكم البعض منكم اتعرض للخزلان من بعض الناس اتعرضتوا للخزلان من كذبة او من المنافقات او من حد معين لان انتم متصابين بالحسد اوي محسودين بشدة حتى الحسد جاي في مالكم جاي في المال بس ما جايش حتى في حاجة تانية جاي في مال حتى لو تبصوا على حياتكم هتلاقي حياتكم ايه المال فيها قليل جدا البعض منكم هيبيع ويشتري البعض منكم هيكون عنده انكلاب موازين للأحسن في شيئة جديدة هتحصل وخلوا بالكم ان فيه اكتر من فرصة عندكم هتحصل او اكتر من حاجة جديدة هتحصل في حياتكم لكن اعزاكم تخلوا بالكم من نفسكم لان فيه ناس ظلموكم والناس اللي ظلموكم دي هتجلكم وهتخبط على بابكم تاني انتم عندكم فرصة والفرصة دي هتكون ممكن تكون خارج المكان اللي انتم فيه سفر مكان تاني الله اعلم طيب فيه مكالمة تليفون هتيجي هتغير لكم مذاقكم هتحسوا بفرحة هتحسوا بلطافة كده المكالمة دي مجرد ما هتيجي هتحسوا ان روحكم بتستعيد لكم بس عايزاكم تخلوا بالكم ان يعني يقامل لسانكم شوي لان انتم عندكم ديق في السدر وديق في السدر ده بيجي لكم كده من غير اي حاجة بسبب المنافسات اللي عليكم او بسبب الضغط اللي انتم مدخلين نفسوكم فيه في ناس عمالة تعملكم صحور لكن لحد الان انتم المنتصرين على الناس دي هتكتشفوا الحقيقة وهتكتشفوا الكذب وهتكتشفوا كل الاشخاص اللي الناس عماء يعني الناس اللي هم مش كويسين انتم عندكم عدالة او عندكم امر مجدي او امر فيه خير لكن انتم فيه حد تعبان عندكم حد مريض عمال ياخد علاجات حد انتم زعنين عليه جدا وطول الوقت بتفكروا فيه فيه ست بيضة عندكم نظرتها حقودة يعني الست دي بتاعة اسحار هي بيضة ونظرتها كده يعني اول ما بتشوفوها بتحسوا كده انه نظرتها غريبة طيب مع ازان المغرب هتحسوا ان دي اكم بتحسوا بخنقة بتحسوا ب يعني كده بحاجات غريبة لكن بإذن الله فيه انتصار لكم في حاجات كتيرة ممكن يكون القرار محكمة لإني 24 ساعة بتفكروا 24 ساعة بلكم مشغول فممكن يكون عندكم نصرة في محكمة أو نصرة في أمور كتيرة عندكم إذبات عدالة بسم الله ماشاء الله عليكم لكن انتو في حد بيلعب بكم اليومين دول مع المقربين لكم انتو عانيتوا كتير أو ما زال بتعانوا لكن في الآخر انتو اللي هتنتصروا ما تلاقوش خالص لاني انتو عندكم الانتصار لكم بس انتو مهمومين شوية من اللي بيحصل حواليكم وبتتفاجئوا من اللي عمال يحصل يعني ايه اللي عمال يحصل ده انتو مش فاهمينه ولا عرق يعني مش عارفين تعملوا ايه في ناس حاولت تاخد منكم حاجات كتيرة جدا لكن انتو كررتوا ان ده ما ينفعش في ناس حاولت تسرقكم او حاولت تضحك عليكم لكن حان الوقت ان انتو تعرفوا تاخدوا حقكم تالت وامتالت في ناس هتقع في شر أعمالها انتو بتعرفوا ناس كتيرة جدا الناس اللي تعرفوهم دول في منهم الكويس وفي منهم الوحش او انتو اجتماعيين اصلا في حياتكم بيستعبت يعني ديكم علاقات بناس كتيرة من الشخصين اللي طمعانين فيكم في شخصين مش مسكلهم اي حاجة لكن هم طمعانين فيكم وعايزين يعرفوا كل حاجة في حياتكم انتو عاملين زي النجم النجوم اللمعة في السماء وناس كتيرة جدا لازم تتعب علشان توصل لكم لكن لما بيوصل لكم بتحصل مشاكل مش كل الناس اللي تقرب منكم تبقى صديقة مش كل الناس اللي تبقى وريبة منكم تبقى حبيبة لازم تحذروا من النوعية دي انتو في يعني في الشغل عندكم او في حياتكم عامة هيكون فيه ترقية حلوة لو انتو شغالين في تجارة خاصة بكم او في مصلحة حكومية هيكون عندكم امور حلوة ممكن يكون عندكم ترقية لان انتو هتاخدوا ورقة فيها ترقية او فيها زيادة في المال فما فيش قلق خالص عليكم لان فيه امور حلوة لكن الامر بس اللي انتو فيه حاليا فيه شوية توتد لكن الايام اللي جاية هتكون حلوة العدو اللي عندكم لازم ان انتو تحطوه لحدود العدو ده عام الحبيب هتعرفوه ازاي هيقعد معاكم اعداء وهتحسوا من نظرات عينيهم ومن طريقة كلامهم انه هما مش كويسين وهتعرفوا انه هما ناس خبيسة وبالفعل هتكرروا ان انتو تحطو العدو ده على جنب مع بقية الاعداء لان انتو شايفينه حبيب شايفينه صديق شايفينه اخ شايفينه كل الاحبة اللي في الدنيا لكن ما تعرفوش هو بيخطط لكم على ايه وعايزي وقعكم في حفرة ازاي فيه توشوش في التفكير يعني فيه حد عمال يوشوش فيكم الحسسات عالية عندكم وفيه شوية حاجات معصرين عليكم يعني رغم ان انتو بدأتوا تطنشوا ناس كتيرة جدا بدأتوا تتركوا ناس كتيرة فيه ناس ما بيتوش تعبروها زي الاول لكن فيه امور منعكسة يعني فيه بيجي لكم اسواس كده ان انتو تعودوا للماضي ان انتو ترجعوا الورا لا اوعوا محدش يعمل كده مدام عديتوا وطلعتوا لقدام خطوة ما تبصوش لورا ابدا لان مدام بتبصوا الورا مدام ما هتتعبوا خلوا بالكم ان انتو عندكم كشف حقيقة وفي نفس الوقت فيه طرف تالت هتعرفوه يعني فيه مفاجأة حلوة وكشف الحقيقة للطرف التالت اللي انتو هتعرفوه الطرف التالت ده هتتصدموا فيه لان هيكون يعني انتو هتكونوا ازاي وامتى وكيف وهتفضلوا تسألك تسألك كثيرة جدا فاخدوا بالكم من نفسكم دايما انتو على جميع الاسعود فيه شوية توتر فيه شوية حيرة لان انتو مش مدين نفسكم راحة 24 ساعة تفكير 24 ساعة ارهاق 24 ساعة تعب نفسي وجسدي فلازم تفصلوا ما بين الحياة العامة وما بين حياتكم لان فيه ناس عندكم في العاطفة عمالة تأذي فيكم وتستغل منكم مال فلوس تستغل منكم دهب البعض اخد منكم دهبكم البعض اخد منكم فلوسكم فكونوا حذريين شوية يعني ما تبقوش ايه منطلقين قوي مع الناس اللي حواليكم لان فيه اكتمال مشروع حلو او اكتمال امور جميلة فيه امتلاك انتو هتمتلكوا حاجة حلوة هتمتلكوا عربية هتمتلكوا بيت هتمتلكوا ارض او هتبيعوا شراء بيعوا الشراء لو انتو عندكم عايزين تبيعوا وتشتروا الفترة دي اسمة كبيرة مفتوحة في حياتكم لكن البعض منكم شايل هم الدنيا بطريقة رهيبة انتو عاملين زي الجبل الجبل ده كده ميهزة كريح لكن متقصرين جدا باللي بيحصل حواليكم وقعتوا في مكان ومش عارفين تلاقولوا مخرج المخرج ده يكون من عند ربنا ممكن تكون الحفرة اللي انتو قعتوا فيها دي كانت علاقة مقيدة كان مكان مش عاجبكم كانت حاجة تعباكم الله اعلم انتو اللي تحددوا فاجالكم المخرج من عند ربنا شكرتوا ربنا وقلتوا الحمد لله اني خرجنا من العلاقة المؤزية من المكان المؤزي من الناس المؤزية الله اعلم لكن ربنا كريم عليكم اه في حاجة اه يعني في ناس خسرتكم ناس كانت فاكرة ان ما كسبتكم كانت فاكرة ان هي لما تخسركم هتكسب لكن لما خسرتكم ندموا وزعلوا وقالوا يا رتنا ما كنا وما كنا وما كنا لان هما زعلانين جدا ان هما خسروكم لان انتو ما تتعاوضوش وعشان كده من اول بداية قلنا ان في رجوع انتو بتشتريين حاجة بالقست او في حاجة تخسر قست في حياتكم يعني عايزين تشتريوا حاجة بالقست او انتو حاليا عليكم قصات يعني الله اعلم في شوية امور مختلفة عندكم طيب مين الناس اللي انتو بتقولو لهم اتقوا ربنا اللي انتو بتعملو ده غلط انتو بتدع على ناس بتقولو لهم اتقوا ربنا لان الناس دي مظلمة الناس دي بتعمل حاجات غلط لكن انتو عندكم خروج من قرية خروج من بيت خروج من مكان الاحسن الاحسن ده هتكونوا مبسوطين بيها لو انتو مخطبين حاليا او في علاقة حاليا هتكمل على خير ما تيلقوش يعني لو انتو في علاقة او في حاجة في اكتمال على خير لكن الوضع الحالي اللي انتو فيه حالين بتدوروا على استكرار على المال على الاسرة يعني بتحاولوا ان انتو تستقروا بكل الطرق وعشان كده حتى القلب عندكم يعني القلب عندكم كده زعلان او انتو بمعنى صح متقصرين او بالعاطفة او انتو في علاقة ومشلقين حقكم فعشان كده متضايقين مخنوقين شايلين هم كل الناس اللي حواليكم بس ما فيش حد شايل همكم فربنا كريم عليكم ربنا هيكرمكم من حيث لا تحتسب البعض منكم عنده القولون القولون دايما فيه انفعلات القولون دايما عصبية او انتو اخدين كل حاجة على عصبية فبالتالي تعبنين مطلوب منكم تحالين مطلوب منكم كشف ياريت ما تاخدوش كل حاجة على اعصبكم لان كل ما بتاخدو حاجة على اعصبكم كل ما انتو بتضروا نفسكم ومحدش هينفعكم بحاجة بالعكس لانتو كده بتسهلوا للناس اللي حواليكم ان انتو تتعبوا بسرعة ان انتو تقعوا بسرعة فاخدوا بالكم من نفسكم حصنوا نفسكم حصنوا بيوتكم حصنوا حياتكم اكتموا داروا على شمعتكم علشان تكمل داروا على شمعتكم علشان تقيد وتحققوا احلامكم وكده استخارتنا بتكون خلصت وكانت ورانا صورة النمل ده بيدل على الحسد الشديد فخلوا بالكم وزي ما ذكرت حصنوا نفسكم يارب كرائتنا تكون عجبتكم ونالت اعجابكم طبعا ما تنسوش اللايك الجميل والتعليل الحل وانتظروا مني كل ما هو جديد تحياتي لكم